أكد رئيس مجلس الوزراء وصف مدبولي أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات خلال الفترة الحالية يهدف لدعم قطاع الصناعة وتوطينها وكذلك العمل على تعميقها وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف قطاعتها مجددا تأكيده على استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التسيرات والمحفزات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة تحاد الصناعة المصرية وعدد من رؤساء الغرف الصناعية ومسؤول المصانع والشركات في عدة قطاعات حيث أكد مدبولي أن الاجتماع يأتي كمقدمة لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات توطين وتعميق الصناعة مشهددا على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بما يسهم في دعم مختلف الصناعات الوطنية